لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل أحبا نقمل بعقل وديرد بعقل وديرد بعقل وديرد بعقل يبقى الدين يبقى ونعوبة بين عقل المصر برحب بيكم ومعنزل مشاهديد في حلقة جديدة من حلقات النقل العقل وعنوان حلقتنا النهاردة فبراكة الأصهر لعقيدة الإسلام وإحنا تكلمنا في الحلقة اللي فتت وشفنا أن الشيخ البراك قال أن كلام الله قديم ده معناه لا تتعلق به ما شئته الله سبحانه وهي دي عقيدة الأصهر وشيخه ومشيخه اللي طلاب الأصهر بيتعلموها من الأصهر ومعنى قديم لا تتعلق به ما شئت الله يعني الله لا يشاء أن يتكلم ولكن يتكلم أو الله يشاء أن يتكلم ولكن لا يتكلم وشرحنا معنا الجملتين وقلنا ان اذا الله كان لا يشاء ان يتكلم فاكيد مش هيتكلم اذا كلام الله او القرآن في الحالة دي مش كلام الله ولكنه كلام محمد رسول الاسلام ولو الله يشاء ان يتكلم ولكن لا يتكلم يعني عاوز يتكلم لكن في حاجة بتمنعه ان يتكلم فالاشعر اخترعوا الكلام النفسي وهنشوف في حلقة النهاردة ازاي الشيخ الاسهر قام بفبركة العبارتين المتناقدتين اللي شرحناها وشرحنا التناقض اللي فيها وعشان نعرف ازاي الشيخ الاسهر الجريء على تحريف العقيدة وتألفها وتركبها من متناقضات لا يقبلها اي انسان سوي وارجو طبعا من اللي بيتابع الحلقة ينتبه للي جاي ان الله لا يشاء ان يتكلم ولكن يتكلم زائد الله يشاء ان يتكلم ولكن لا يتكلم دي بتساوي عقيدة الاسهر شعرية المتناقدة وهنشوف ازاي الشيخ الاسهر هيربط الى بارتين المتناقدتين مع بعض ان الكلام اللي هو القرآن بمعنى انه المعنى او المعاني التي كانت قائمة بالذات الالهية قبل ان يخلق الانسان لحقضه ده قديم لكن الحروف اللي نزلت اللي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم معبرة عن هذه المعاني القديمة هي دي المخلوق وزا ما شفنا بيقول ان الكلام اللي هو القرآن بمعنى انه المعاني او المعاني اللي كانت قائمة بالذات الالهية قبل ان يخلق الانسان اللي هيخضه ده قديم لكن الحروف اللي بلغها النبي معبرة عن هذه المعاني القديمة هي دي المخلوق ونلاحظ ان اهم ثلاث حاجات في كلام شيخ الاصهر كلام قديم بالقسين مش مخلوق زائد لكن حروف مخلوقة بتساوي الله لا يشاء ان يتكلم ولكن يتكلم زائد الله يشاء ان يتكلم ولكن لا يتكلم دي بتساوي عقيدة الاصهر الاشعارية المتنقدة وطبعا احنا وضحنا ان عقيدة الاصهر وشيخ وما شيخ وكلها سابد الله ورسوله طول الحلقة اللي فاتت وخلينا نشوف مع بعض الفيديو اللي قاية باب القرآن كلام الله نعم القسادة قال فأما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم قال يعلمون انه كلام الرحمن نعم ما في شك الله انه كلام الرحمن فأما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم انه كلام الرحمن سبحان الله العظيم كيف يعني يصل الأمر إلى أن العلماء يضطرون أن يبوّبون في كتبهم أبواب يثبتون فيها فقط أن القرآن كلام الله مع أن هذا لكن هذا شؤوم أهل البدع جاءنا أهل البدع وقال لا مو بكلام الله هو مخلوق مثلنا مثل الآن يضطرون أهل العلم في زماننا أنهم يقولون أن المشرك مشرك وهذه يعني تضحك الثكلة وتضحك لكن يمكن أن تنطل يحيالهم على العام فسبحان الله العظيم كيف وصل الأمر إلى هذه الدرجة أن يكون باب كامل أن القرآن كلام الله أجل يكون كلام منه لكن الجهمية هذا ولا أشعرية ما فيهم حل نعوذ بالله من حال والأشعرية أخبث منها يقولون هذا مو بكلامه الجهمية ما يقولون هذا كلامه بس إنه مخلوق لكن ذلك يقولون أصلا مو بكلامه كلامه في نفسه هذا اللي عندنا هذا ماذا يكلام منه تري جمع له فسر عبارة فقط عليهم لعنة الله عليهم لعنة الله ونروح للنقطة التانية اللي قالها طالب الأصهر اللي متابع حلقات النقل أم العقل واللي كان بيقول للي جنبه أو حتى بيقول نفسه على فكرة كلامه قدمت البرنامج مش طحيح لأن ما فيش مسلم حقيقي يسيبه الله ورسوله طيب يا طالب يا أسهري أو أي طالب أصهر بيبحث عن الحق والحقيقة هل بعد الأدلة اللي نقلناها من كلام شيخ الأصهر نفسه هل مازال هناك طالب أسهري بيعتقد أن الأصهر وشيخه ومشايخه ومشايخ الأصهر ليهم علاقة بالإسلام فضلا عن أنهم بيمثلوا الإسلام زي ما بيقولوا هل اللي يقول إن الله أخرص ما زال مسلم حقيقي هل اللي يقول إن الله بيتكلم غصبا عنه ما زال مسلم حقيقي هل اللي يقول إن الله لا يتحكم في أفعاله وطبعا في خلقه هل مازال مسلم حقيقي هل اللي يقول إن القرآن مخلوق ومش مخلوق واللي مش مخلوق خارج عن سيطرة الله والله يتكلم لا إراضيا كلام غصبا عنه ومخلوق يعني الله أخرص ومش عارف أو مش قادر يتكلم وأن رسول الإسلام هو اللي اخترع الألفاظ أو هو اللي اخترع ألفاظ الكرآن هل مازال مسلم يا طلاب الأصهر وبعد كل اللي نقلناه من كلام شيخ الأصهر نفسه وشرحنا معناه اللي أصلا مش محتاج شرح يعني مثلا لما شيخ الأصهر يقول الله لا يتكلم لكن الله لا يتكلم اللي معناها أن الله أخرص هل دي تحتاج لشرح يا طلاب الأصهر حتى عشان تعرفوا أن معناها سبل الله ورسوله بعد كل شبهات مشايخ الأصهر أو مشايخ الشبهة اللي سماهم الشيخ الجامي اللي بسبب الشبهات دي أنتوا مخدوا عين ومزلتوا مسلمين لأنكم قعتوا في شبهة نشوف مع بعض الشيخ الجامي هقول لكم إيه الشبهة أن يرى طالب العلم مشايخه يدافعون عن العقيدة الأشعرية وجود مشايخه شبهة للطالب لأنه يتأسى به وزي ما شفنا الشيخ الجامي بيقول الشبهة أن يرى طالب العلم مشايخه يدافعون عن العقيدة الأشعرية وجود مشايخه شبهة للطالب لأنه يتأسى بهم يا طلاب الأصهر شبهة الأصهر وشيخ الأصهر ومشايخه ومشايخه شبهة ومشايخه شبهة إحنا وضحنا وشرحناها في كل الحلقات اللي فاتت من برنامجنا برنامج النقل أم العقل وقلنا لكم بشكل واضح أن عقيدة الأصهر وشيخه ومشايخه هي عقيدة شقاق مع الله ورسوله وسبل الله ورسوله وشفنا مع بعض الشيخ الجامي وشفنا مع بعض الشيخ الجامي وكمان نشوف مع بعض في الفيديو اللي جاي هقول لكم فذلك أيما قالب درس العقيدة الأشعرية ولم يتبين له الحق ولم يشاقق الرسول من بعد أن تبين له الهدى ولكنه على جهل وفي شبها معذور وزي ما شفنا للوقت بيقول وكذلك أيما طالب درس العقيدة الأشعرية ولم يتبين له الحق ولم يشاقق الرسول من بعد أن تبين له الهدى ولكنه على جهل وفي شبها معذور ولكن هل بعد كل اللي احنا نقلناه وبيننا عن مدى إفلاس وضلال الأصهر وشيخه ومشايخه هل ما زالت لطلاب الأصهر العزر في اتباع هذا المسهب الأشعر الفاسد المفسد ونشوف مع بعض الشيخ الجامي يقول لنا إيه في الفيديوه اللي جاي وزي ما شفنا الشيخ الجامي بيقول أما إذا تبين له الحق والهدى وقال بعد ذلك لا لن نخالف عقيدة مشايخنا وعلمائنا لأجل هؤلاء عند ذلك العزر وكلمة العزر يا طلاب معناها كفر وردة واعتراض على الله ورسوله ونشوف مع بعض الشيخ الجامي هيقول لنا إيه كمان في الفيديوه اللي جاي خبر الرسول الله كخبر الله وتيت القرآن ومثله معه أنه لا ينطق عن الهوى من اترض على رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما سح عنه من اترض على الله الاتراض على الله زي ما شفنا شيخ الجامي بيقول خبر رسول الله كخبر الله وتيت القرآن ومثله معه لأنه لا ينطق عن الهوى من اعترض على رسول الله فيما صح عنه فقد اعترض على الله الاتراض على الله إذا تعمد الإنسان ردة يعني اللي بيتعمد يعمل كده يبقى ده إرسان إنسان مرتد وطبعا بعد كل اللي احنا قلناه فلما طلاب الأصهر يرفضوا أنهم يعلنوا تبتهم عن عقيدة الأصهر يبقى ده إيه يبقى ده كفر وردة مع سبق الإصرار ونروح كمان للنقطة الأخيرة اللي قالها طالب الأصهر أو قالها للجنبه أو قالها لنفسه وهو بيسمعني على فكرة كلام مقدمة البرنامج مستحيح لأنه ما فيش مسلم حقيقي بيسبى الله ورسوله ولو سبى الله ورسوله ما بقاش مسلم وطبعا بعد كل اللي احنا قلناه في الحلقات اللي فاتت أثبتنا أن عقيدة الأشعارة عبارة عن خليط كفر بكل أنواعه أكبر وأصغر وإلحد وحلول والتحد وكذب على الله ورسوله والصحابة وتكديب الله ورسوله والصحابة طبعا كله بالدليل هل يتجرأ أي طالب أسهري ويواجه الأصهر وشيخه ومشيخه بالحقيقة دي ويقول أن عقيدة الأصهر الأشعارية لا علاقة لها بالإسلام بل بالعكس هي عقيدة متسوسة على الإسلام وألتقي بكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلي اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل أنت من أقبل بعقله وإذا يرد بعقله وإذا ينكر بعقله يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقل المشاكل